السلام عليكم. اه انا دكتور خيض امار استاذ جهت العظام. اه الحقيقة يعني طبعا اه انا بشكركم على الرسائل وعلى الاعجابات اه بالنسبة للحلقة الاولى والحلقة التانية اللي هي حلقة طبيب مسلم وحلقة ام مسلمة. اه ودي مجرد ان احنا خواطر بنحاول ان احنا نشارك بعض فيها في الايام ديت. عشان نتمنى من الله صحونا تعالى ان احنا نبقى احسن. انا وانتو واني اذكر نفسنا واني اذكر اخرين. اه النهاردة هيبقى اللي هنتكلم عنه هو طبيب مش طبيب مسلم ومش ام مسلمة لا شاب مسلم. ايه هي مواصفات الشاب المسلم? مواصفات الشاب المسلم اللي هو شاب احنا بنعتقد ان هو يمثل الاسلام. قبل ما اقول كده اقول يعني ايه شاب? هو شاب بديت هو فيه طفل دي احنا عارفينه. له عيل. عالة على الاب والام او عالة على المجتمع. وفيه شاب. في النص فيه اختراع كده اخترع اسمه مراهق. مراهق ده يعني يعني عيل بس في جسم شاب. عيل بس في جسم الراجل. عيل بس في جسم ست. وانا ما بتكلم على الشاب بتكلم على الشاب والشابة. الفتاة والفتاة. الفتاة والفتاه. فبالتالي الشاب او الشابة هو اي شخص بالغ. طب مال ايه اختراع المراهق? اختراع المراهق ده الحقيقة طلع مؤخرا خلال ميت سنة الاخيرة. وقبل كده ما كانش في كلمة مراهق. تين ايجر دي ما كانتش موجودة اصلا في مصطلحات اللغة تين اجر دي طلعت مع التعليم الالزامي مع التعليم الالزامي اللي هو بقى فيه مدرسة والمدرسة بعدها فيه جامعة لان ابتدى بقى يبقى فيه راجل لكن لسه عيل عند ابوه وامه وبيصرفه عليه وبيبي حبيبي زاكر وحاجات كده بقى فيه ست بس لسه عيلة عند ابوها وامها ما اتجوزتش وما خلفتش هي في جسم ست لكن مخها عيل فالاختراع ده اصلا ما ظهرش غير بعد في المية سنة الاخيرة قبل كده كان بوصل 14 سنة و15 سنة ده بيبقى راجل بيشيل مسئولية بيروح يشتغل بيروح يشيل بيت بيتجوز بيقود جيوش واحنا عارفين من التاريخ بتاعنا في الاسلام ان كان فيه سيدنا قسامة بن زيد وكانوا بيقودوا امم ويقودوا جيوش وهم صغيرين فبالتالي اختراع اصلا ده لسه صغير عنده 16 سنة واختراع لسه صغير عنده 18 سنة ده ده مستحدث لكن زمان كان فيه طفل وفيه شاب وبعد كده فيه كهل وبعد كده فيه شيخ فبالتالي انا موجه كلامي للشاب الشاب ده اللي هو بداية من سن 12 ل 14 سنة لغاية سن 35 سنة ده اسمه شاب طيب احنا الشاب المسلم ده ايه اللي يفرقوا عن التانيين؟ نمر واحد يفرقوا فيها النية يعني ايه النية؟ يعني احنا قلنا ان الشاب المسلم ده ده واحد نضج يعني مش عيل مش زي ما بيقولوا مراهق هو رجل ناضج لكن اللي بيحركوا نية النية بتاعته ايه؟ اللي هي نفس دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين بذلك امرت وانا اول المسلمين فبالتالي هو النية بتاعته محور حياته الهدف هي خدمة دين الله الاسلام ينصر الاسلام والاسلام ينتصر بيه فبالتالي هو منفعة متبادلة ما بينه وبين ايه؟ مش ما بينه وبين فلوس مش ما بينه وبين جاه مش ما بينه وبين شهرة هو كده كده لما هيحقق فلوس هيبقى عايز فلوس تاني وما هيحقق شهرة هيبقى عايز شهرة تاني وما هيبقى على كرسي الحكم هيبقى خايف ان يقع من عليه فمش ده اللي حيحققه له السعادة لكن لما تبقى نيته شيء عالي قضية سامية اللي هي نصرة الدين نصرة الحق نصرة العدل نصرة الحرية ده وقتها انت كده بتتكلم في مستوى عالي وقتها يبقى انت كده مش بتخدم نفسك مش طفل عيل بيدور على احتياجاته الخاصة لا ده بيدور على حاجة اكبر بكتير احتياجات مجتمع احتياجات امة فبالتالي النية ده اول شيء بيحركه الحاجة التانية اللي بتميز الشاب المسلم هو انه مغامر مغامر يعني مغامر دهوقتي بتشوف شباب اللي هو عايز يقعد جنبه امه وامه سكنة في شبرة يدور عشاء جنبها في شبرة وامه سكنة فمعرفش حي ايه في حلب يدور على العمارة اللي وراها عشان يسكن وراها ده مش هو ده الشباب اللي احنا كنا نعرفه في اعهود الحضارة الاسلامية في الحضارة الاسلامية كان الشاب بيكبر بيسيب بيته بينطلق بيستكشف العالم ممكن يرجع بعد كده ممكن ما يرجعش دي حاجة لان هو شاي الوطن ومعاه مش عايز يقعد جنب ابوه وامه وفحضن ابوه وامه لا هو ابوه وامه وربه بنفس التربية المعتادة اللي هو بيلعبه سبعة يزعق له واضربه سبعة يصحبه سبعة بعد كي يطلق حاله هو بقى خلاص انا ربيتك يا ابني انت دلوقتي واحد وعشرين سنة اعمل اللي انت عايزه انطلق انت خلاص انا عرفتك ايه الصح وايه الغلط وعلمتك الدين وحفزتك وخلاص انا بقى كده انا عملت اللي عليك كابوه وام انت بقى انطلق ما تبقاش لازق فيه ابوك وامك لا ده مغامر فيه فرصة سفر يسافر فيه فرصة تعلم يتعلم يتطور دلوقتي ما فيش حد يقول لي انه هيبقى انسان متكامل علميا ومهنيا بدون ما يمر بتجربة سفر في دولة متقدمة غير كده انت نقصك كتير نقصك كتير فلازم تبقى عارف ان انت يا شاب لازم في مرحلة من حياتك تسافر تنفصل تماما عن الاسرة اللي قاعدوا يا ربوك تنطلق الا طبعا لو هم محتاجينك يعني انت دلوقتي زي ما احنا عارفين فيه ناس جهادها في انه يراعي ابو وامه ده موضوع تاني انما في العادي لا انطلق استكشف العالم والمغامرة دي برضو انه يخش في مشاريع مش انه يبقى خايف مش انه بيدور على الوظيفة الامان طب هو ليه خايف ليه مغامر ليه شجاع لان نيته نيته بتديله الشجاعة دي نيته هي ايه نصر الدين الله وبالتالي هو بيقول يا رب انا باخد بالاسباب وبعمل علي وعليك النتيجة النتيجة خير الحمد لله رب العالمين ثوا بالدنيا والاخرة النتيجة ماكسبش في الدنيا والله معلش يبقى ربنا حيعواضني في الدنيا في حاجة تانية وفي الاخرة ايمانه بيخليه مغامر بيخليه قلبه جامد لكن الماد دي ده مش فاهم اصلا اي حاجة بعيدة عن المادة هو مش فاهم ان المادة دي وراها رب وراها روح فبتاع طول خواف بيحسب بالورا والقلم ولو الورا والقلم ادوله نتيجة مش مصبوطة يقولك لا انا مش هدخل انما الشاب المسلم بيعقلها ويتوكل بياخد بالاسباب وبعليان يقول انا اخدت بالاسباب يا رب هتوكل على الله حقق النصر الحمد لله حقق الشهادة برضو الحمد لله فهو كسبان في الحالتين فده بيخلي قلبه جامد في المغامرة وزيما انتوا عارفين تسعة عشر رزق في ايه في التجارة التجارة دي ليه تسعة عشر رزق فيها لانه مغامرة كلما كانت المغامرة اعلى كلما كان المكسب بتاعها اعلى وكلما كانت الخسارة أعلى فعشان كده انت بتحسبها بس في نفس الوقت انت عندك توكل على الله سبحانه وتعالى وعشان كده عشان هو مغامر المفروض انا عايز كل شاب ابنكم يبقى غني انا مش عايز شاب فقير انا مش عايز شاب مسلم فقير احنا المفروض كلنا نبقى المسلم القوي خيره احبه واضحه من ناصرنا الضعيف حكاية ان الناس تجمل لك الفقر وتقول لك اصل الفقر ده حاجة كويسة او الفقر احباب الله وحيخشوا الجنة دولا الافاقين الحرمية اللي بيسرقوك لكن انت المفروض تسعى ان انت تبقى مسلم قوي مسلم قوي بالعلم بالمادة بالفلوس بالصحة هو لازم تبقى مسلم قوي ده هدف ليه ليه لانك بتستعمل كل ده في نصرة دين الله مش في التكبر على الاخرين او في استغلال الاخرين او انك تبقى شرير او ان انت تضطهد الاخرين لا لنصرة الحق والعدل فبالتالي المسلم الشاب المسلم مغامر وبيبقى مغامر قوي عشان يطلع لفوق يطلع لفوق في كل الاتجاهات احنا مش عايزين المسلم القوي اللي هو قاعد في الجامعة بيصلى 24 ساعة وسيب الدنيا تدرب تقلب برة ده يا فرحة الحرمية بيك صلي يا حبيبي وانا حسرقك انا مش عايز كده انا عايز حرقك تصلي وتلتزم بس يبقى عندك الاسلام دين ودنيا ان انت برضو في برة بتبقى بتتقن عملك وبتنجح في عملك يقولوا والله يشوفوا الشاب المسلم ده حقق نجاح كبير قد ايه ده قدوة ده مثال الناس تحاول تقول ازاي يوم لهم لان انا ملتزم لان انا بدعو الله سبحانه وتعالى لان انا ايماني بالله يديني جرأة وقتها انت كده بتبقى بتجسد الدعوة عشان كده السيدة عائشة ما كان بتوصف الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن يعني هو قدوة هو مثال حياته لوحدها من غير ما يعد يدي عزات هو طريقة حياته عزة وموعزة الناس بتشوفها بتمشي ورا فيها وعشان هو مؤمن وثقته في الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ناجح الشاب المسلم لما ربنا ان شاء الله يفتحها عليكم ويرزقكم يبقى المال في ايده مش في قلبه اكسب زي ما انت عايز بس وقتها ما يخسر برضو ما بزعلش وقتها ما بيكسب وقته برضو ما بيفرحش لانه اصلا كل حاجات دي عارف ان دي مجرد مظاهر في الدنيا رايحة جاية ما بيتبلش معايا مش هي دي اللي كسبنا النهاردة طب الحمد لله خسرنا النهاردة برضو الحمد لله ربنا رزقنا كتير الحمد لله ربنا النهاردة ما اردش ان احنا نرزق الحمد لله برضو هو مش في قلبه هو بيكسب لكن الدنيا والمال في ايده مش في قلبه مش هي موت عليها مش بيحبها لدرجة العشق الشاب المسلم مجتهد الشاب المسلم ما بيضيعش وقته في التشات الشاب المسلم بيضيعش وقته في مرشات الكورة الشاب المسلم ما بيضيعش وقته على القهوة الشاب المسلم عارف انه هيتسئل على وقته وعلى عمره وعلى صحته ضيع الحاجات دي في ايه ده بيحسسه انه مسؤول ان اللحظة بتاعته ديها تمن لو لقى نفسه قاعد كده ما فيش حاجة بيعملها يبقى في حاجة غلط زي بالظبط كده لما يبقى عندنا في الجامعة لما يبقى حاطط امتحان ولقي طالب خلص الامتحان قبل المعاد يبقى حاجة من اتنين يا انا حاطط الامتحان غلط وده طبعا ما ينطبقش على الله سبحانه وتعالى يا هو جاوب غلط هو معتقد انه جاوب صح بس هو جاوب غلط من او حضرتك خلصت ورقة الاجابة قبل المعاد يعني عندك ورق وقت زيادة فاضي يبقى في حاجة غلط عندك فلو حضرتك قاعد كده وبتبص في السقف ولا بتبص حواليك ولا بتدعي وقتك مع اصحابك يبقى في حاجة غلط حضرتك لازم وقتك يبقى حتى لما تروح تلعب رياضة انت بتنبسط بس بتنبسط عشان بتشحل نفسك لحاجة اعلى لما بتروح تتسلق جبل لما بتروح تتأمل في شجرة لما بتروح تعوم لما بتروح تتفرج على فيلم هادف لما تستمع لموسيقى راقية مش موسيقى بتخطب الحواس والغرائز والفساد لما بتعرتفع بنفسك في الفن كل دوت ده بيصنع منك انسان اعلى يبقى انت بتعملها بنية انك تطلع الفوق مش ان انت بتنزل لتحت وتدارع التفاهة وتبتلت تنزل بعدها التفاهة اكتر وتنزل تتدهور فبالتالي هو مجتهد مش بيطيع وقته في كلام فاضي وبالتالي الشاب المسلم ما بيخافش رأي الناس يعني لو صاحبك بيقول نكتة ابيحة وانت معجبتكش وانت معلش الكلام ده يعني انا بالنسبة لي بيضايق ودني مش هتكسف انك تقول لهم كده لان مش هما رضاهم عليك هو اللي بيحركك مش ان ان انت يعني بتدور على ان الناس اللي حواليك هيقولوا عليك ايه صحابك في الكلية ولا في المدرسة ولا في النادي ولا على القهوة هيقولوا عليك ايه انت عندك يقين وثقة بالنفس كافية جدا ان اللي مش عاجبك تقولوا ان ده مش عاجبني وسلام عليكم بس مش بتيجي على نفسك عشان بس مجرد ان هما يقبلوك في الشلة بتاعتك او ان هما يرضوا عليك وبعين بعد شوية تبقى انت لسانك كمان يبقى زفر زيهم ويقول نكة ابيحة ولا تقعد تتكلم على بنات ولا مع بنات والكلام الفاضي اللي الشباب دلوقتي بيعملوه تبقى انت عارف وثقتك بنفسك بتقولك لا ده غلط انا اعلى من كده ده لا يليق بي كمسلم وبالتالي بعد اذنك الموضوع ده ما ينسبنيش بس من الاخر كده طب ده مش هتلاقي صحاب ما يهمنيش هتلاقي بعد شوية صحاب تانين وحتروح المسجد هتلاقي صحاب انضف وافضل وحتلاقي مكان تاني هتلاقي ولو ملقتش رفيق السوق الوحدة افضل منه مش عايزيني عم بلاش انا عندي اساسا حاجات كتير احط فيها وقتي غير ان انا اتكلم مع شوية عيال فاضية زيكم وبالتالي الشاب المسلم بيدور على الحكمة فين طب احنا نلاقي الحكمة فين الشاب الاهبل تلاقي ايه انا رأيي كذا زي كده الناس اللي هشوفناه كده ويتشنج وفاكر نفسه انه هو عنده الحقيقة المطلقة انما الشاب الزكي الشاب الحكيم بيدور على الحكمة سواء من ناس حكيمة اكبر منه او في الكتب او في المراجع او في القراءة او في الاطلاع او انه في البحث عن دورات ومحاضرات وحاجات زي كده الشاب المسلم بيدور على الحكمة الحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق الناس بها بيدور على الحكمة في اي مكان والله انا سمعت ان الاستاذ فنان ده بيقول كلام كويس انا هروح اسمع له مش هعرف هروح اسمع له هتفرج على فيديوهاته على الانترنت مش عارف هتفرج على فيديوهاته على الانترنت هشتري كتاب الكتب مش غالية الكتب ارخص من انك تشتري سندوتش وتقعد على القهوة حوش واشتري كتب الكتاب دوت هتقعد تقرأه في 3-4 اسابيع افضل بكتير من انك تقعد تشتري سندوتشات ولا تشتري حاجة ساعة ولا تضيع فلوسك على حاجات حرام زي السجاير والكلام الفاضي فبالتالي الحكمة دي انت بتدور عليها من مصادرها تبقى مثقف تبقى بينمي مخه لان الشاب المثقف عارف انه عنده تحدي كبير انت يا شاب يا مسلم لازل تبقى عارف انك مش بتنافس اللي قاعد جنبك عالكورسي انت بتنافس الشاب اللي في الهند والشاب اللي في الارجنتين والشاب اللي في الاسكا والشاب اللي في واشنطن دي سي والشاب اللي في واشنطن استيت وفي كاليفورنيا والشاب اللي في جنوب أفريقيا وفي كونغو وفي أستراليا وفي الصين في كل مكان انت بتتنافس على مستوى العالم انت مش محلي الدنيا دلوقتي مش بتاعت الناس المحليين وبالتالي الشاب المسلم متفائل المؤمن متفائل المؤمن عنده يقين في نصر الله وجيزة الله سبحانه وتعالى المؤمن مش متشائم المتشائم ده ده عنده مشكلة في إيمانه اللي هو ما فيش فايدة وأصل البلد طول عمرها كده وإحنا شعب ضايع وأصل ما عرفش إيه والكلام الخايب بتاع الناس دي ده نقص في الإيمان بتاعه المؤمن متفائل عارف انه عليه انه يعمل ما عليه من واجبات ونتيجة على الله سبحانه وتعالى ما بيشتكيش ان الله لا يحب الجهر بالسوء إلا إيه إلا من ظلم لما حضراك تروح بقى للقاضي تشتكيله من مظلمة لكن التأويق ونشر السلبية ونشر اليأس ما بين اللي حواليك وأصل ما فيش فايدة أو أنك تقعد لي مع واحد فاشل فعايز يقنعك بأن الفاشل ده مصير وأن انت المفروض تبقى زي وفاشل ما فيش حاجة اسمها أن أنا أروح أاخد نصيحة في الزواج من واحد زواج وفاشل ما فيش حاجة اسمها أخد نصيحة في النجاح في امتحان من واحد هو أصل بيسقط في الامتحان ده إزاي أروح لوحدة مثلا فاشلة في حياتها الأسرية وأسألها عن إزاي المفروض يبقى ناجح إزاي الناس بتوع مثلا جامعيات المرأة والأسرة والحاجات العجيبة اللي احنا بينا نشوفها اللي يمدي في الإعلام أنا ديني مثال ناجح في العلم أروح أسأله في العلم الديني واحد مثال ناجح في الدين أروح أسأله في الدين الديني مثال ناجح في الأسرة في الحياة الأسرية أروح أسأله في الأسرة إنما يجيبولي واحد ولا واحدة فاشل في حياته الأسرية وروح أسأله وأعمل إيه في أسرتي ويقولك لا أروح يتخاني مع جوزك وانتي معرفش إيه لا يعني المؤمن عنده يقين في نصر الله وبالتالي ده بيبقى متفائل والتفائل ده بيخليه إيجابي بيخليه فاعل مش مفعول بيه الشاب المسلم ميقعدش يشتكيلي يقولي أصل الصروف والجو والمناخ وأصل الحوالية وأصل الأستاذ فلنبي يضطهضني وأصل ده كان له وسطة وأنا مليهاش وسطة دي كلها ظروف وملابسات في القدر لكن إنت عليك اختيار إنت عملت إيه في تحدي أصادك التحدي والاستجابة اللي بيفرق بين الناس مش النوع التحدي لكن نوع الاستجابة كلنا بنتعرض لتحديات كلنا حنمر بيام صعبة وكلنا حنمر بيام حلوة كلنا حنحزن وكلنا حنفرح كلنا حياتنا فيها سعادة وحزن وفيها كآبة وفرح ده سنة الله في كون مهما كنت غني مهما كنت فقير مهما كنت قوي مهما كنت ضعيف مهما كان أهلك مين مهما كنت أنت فين كده كده حتمر ببلاء وابتلاءات وسعادة وحزن فساعدتك الحدوتة مش اللي ابتلاءات والحزن والمشاكل الحدوتة أنت تعاملت إزاي مع الحاجات دي فبالتالي هو إيجابي وبيدور على طريق للحل أنا الباب ده مزدود بدور إزاي أطلع من الباب التاني مش إن أنا أفضر أخبط راسي في الباب المزدود ده المتفائل ده ده بيبقى عامل زي المية بيبقى عامل زي الهوى أنا مش عارف أدخل الباب مش عادة أخبط فيه لكن هتحول الهوى ومية واتصرب من حواليه هتصرف أشوف إزاي واتصرف وعمل حاجة تبقى فعلا بعمل عليها بحيث إن أنا بحل المشكلة بتاعتي وبالتالي بما إن الشاب المسلم ده هدفه كبير فبالتالي هو شخص عالي هو شخص بيكبر وبيكبر وبتلاقي عشان كده التحديات بتاعته ما بتخلصش فتلاقي على طول شباب تلاقي على طول قلبه شاب يعني حتى تلاقيه كده عنده الحماس عنده جذوة كده بتتحرك جواه التاني اللي كان هدفه في الحياة إنه يتجاوز واحدة حلوة بعد ما يتجاوز واحدة حلوة يقول الله طبعا اتجاوزتها طبعا عامل إيه أنا بقى دلوقتي اللي هدفه إنه يلمي شوية فلوس بعد ما بقى جابل شوية الفلوس طبعا بعدين اللي كان هدفه وآمله إنه هو يقعد على كرسي قعد يجري ويمسح الجزم عشان يقعد على الكرسي بعد ما قعد على الكرسي الله طبعا بعدين ما قعدت على الكرسي فيه إيه بقى دول على طول بتلاقيه ينهار ينهار صحيا ونفسيا وعاطفيا كل حاجة لكن الهدفه كبير نصرة قضية كبيرة اللي هي الإسلام الحق العدل الحرية بتلاقيه على طول دايما بيفكر وأعمل إيه وزي أساعد قضيتي بكذا وزي أنجح في حياتي المهنية عشان أساعد قضيتي وزي أنجح في حياتي الأسرية عشان أساعد قضيتي يبقى كله بيتطور وبما إنه هدفه كبير فهو مش بس الشاب المسلم بيفكر في إنه زي ينجح في شغله لأن نجاح الشغل ده ده جزء منك لو أنت مهندس أنت جزء منك مهندس لكن جزء منك زوج وجزء منك ابن وجزء منك أب الأولاد وجزء منك صديق لناس وجزء منك معرفة لحد وجزء منك قريب لحد أنت بتبص لنفسك إن إنسان متكامل وإن كل دولة بيخدموا قضيتك النعمة اللي ربنا بيقول عليها هي إيه في حياة الدنيا المال والبنون لكن دلوقتي مع الرأس ملابا ويقنعوا الشباب إن لأ حراكه المال هو المهم أنا عايزك تيجي تشتغل عندي موظف لكن البنون وبناء أسرة والحاجات دي دي ممكن تضيع لك وقت فإنت دولة سيبك منهم نظم عيالك جيب عيالين بس حسن تتفقر الكلام الفاضي ده بقوا ينسوا الناس إن أصلا النعمة هي المال والبنون مش المال بس بقوا ينسوا الناس إن البنون دولة استثمار الشاب المسلم بيخلف عيال كتير عيال كتير وبيبقى عارف إن ده منية نصرة الدين الله سبحانه وتعالى وبيعارف إن هو بيربيهم يتعيل بيلاقيه في الثاني وفي الثالث وفي الرابع وفي الخامس ليه؟ لأنه حياته كلها حياة متكاملة مش بس إن هو شغال دكتور ولا شغال مهندس ولا شغال بقال ولا شغال سباك لا ده ده جزء من حياته إنه بيشتغل لكن في جزء تاني في أجزاء تانية في حياته بتستعمل كلها في خدمة القضية الكبيرة اللي هي مش قضية بقى إن يبقى دكتور شاطر لأ قضية إن أنا إزاي أنصر للإسلام فبالتالي بيربي أولاده عشان ينصر للإسلام بيعمل كذا عشان ينصر للإسلام فبالتالي ده باختصار على قد ما أقدر زي ما قلتلكم اللي هي الشاب المسلم وأنا لو لقينا برضو تجاوب كتير منكم أو اللي هو عدد إعجابات ومشاركات اللي هو لايك وشير كتيرا هكمل إن شاء الله وغالي ما هبقى بكمل في نفس الموعد دوت اللي هو برضو كل يوم أو كل يومين هنبقى بنتكلم عن خاطرة شاب مسلم احنا تكلمنا عن شاب المسلم والأم المسلمة والطبيب المسلم في عندنا حاجات كتير في عندي التاجر المسلم في عندي رجل الأعمال المسلم في عندي اللاعب المسلم في عندي الفنان المسلم في عندي الطالب المسلم في عندنا حاجات كتيرة جدا لازم نبقى عارفين ايه هو الصورة المثالية لها اللي لازم نسعى لها في حياتنا شكرا جزيلا